اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يكون فيها العقل حاضرا والحكمة حاضرة والتروي وبعد النظر من السهل أن نقول نحن مقاطعون مع من قاطع ونريح أنفسنا من الجدال ومن السجال ومن الردود لكن الذي ينظر إلى مستقبل البلد وما تأول الأمور إليه والكويت إلى عين كما هو عنوان الندوة يفكر مليا قبل أن يعلن موقفا في هذه الأزمة الأزمة بدأت أيها الإخوة من مرسومة ضرورة وكنا في اجتماعات متتالية في الأغلبية وكان رأيي واضحا منذ المقاطعة الأولى في اجتماعات الأغلبية أن المقاطعة خطأ لكن لاعتبارات جميع الكلمة وعدم شق صف الأغلبية ولعل المقاطعة تؤثر كوسيلة في القرار كنت مقاطعا ودافعا للمقاطعة لأنها تجربة وقد جربت في الستينات ونجحت في عهد عبدالله السالم فقلنا لعلها تنجح هذه التجربة لكن للأسف أن المقاطعة لم تأتي بنتيجة بل تأزم الوضع أكثر فلما أتت المقاطعة أو إعلان أو بحث المقاطعة الثانية مع إخواننا وزملائنا في الأغلبية نفس الشيء كان رأيي ضد المقاطعة وكان أغلب الحضور في الأغلبية في آخر اجتماعاتها التي حضرتها هو ضد المقاطعة ضد إعلان المقاطعة مع أن البعض أعلن فرديا وكان الرأي الذي طرح والمقنع أن المقاطعة سوف تفقد الكويت وتحدث فسادا أعظم لأن المرحلة التي مرت على الكويت في غياب المجلس كان الفساد فيها أعظم وكان السرقات فيها أكثر وكانت خلو الوضع السياسي على قل المعارضة تماما فسح المجال على مصرعه للفساد والمفسدين يسرحون ويمرحون وهذا ليس كلامي بل كلام الأخوة في الأغلبية في اجتماعاتهم في نقاشات دارت بالدفع في عدم إعلان المقاطعة وكان رأيا مقنعا لكن في آخر اجتماع الذي لما يحضره ولم يحضره بعض الأخوة اجتهد الأخوة بأن نعلن المقاطعة تماشيا مع موقفنا الأول هذا يحدث في جميع التجمعات وتكون هناك خلافات في الرأي وليس فيه محظور لكن الرأي الذي نراه صواب والرأي الذي على الأقل يقلل الخسائر والمفاسد ويخفف عبء هذه الأزمة على الأقل على البلد هو المشاركة أولا للرأي الشرعي والقواعد الشرعية ولا أظن أي أحد من إخواننا في الأغلبية ينكر أن عدم وجودهم أو وجود المعارضة في المجلس لا يسهل عملية الفساد وغيرها من سواء ما اندفع فيه بعض من يحاولون أو حاولوا أن يضروا بالهوية الإسلامية من دفعهم في قانون الاختلاط أو الجناح الآخر الذي يريد تعديل المناهج أو غيرها من الأساليب التي أخذت تطرح ما كانت تطرح أيام ما كان الإخوة في الأغلبية أو المعارضة موجودين في المجلس فهذا لا أحد ينكرها أنه يفتح الباب على مسرعي سواء في الفساد العقائدي أو الأخلاقي أو المالي لأن إذا خل المجلس من أهل الإصلاح أتى وكانت هذه المقاعد شاغرة لكل من يعني وصل إلى ذلك المجلس لذلك القواعد الشرعية التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير في أي زمان أو مكان تلزمنا بالمشاركة بدءا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فنحن لا نزعم أننا نرجو جلب الإصلاح والصلاح في المجلس القادم ولكن للأقل أن يدرأ الفساد أن لا يقع فساد على الأقل يحافظ على هذا المجلس إذا لم نحصل على عدد كافي من المعارضة الفاعلة فعلى الأقل يكشف الفساد ويوقف على الأقل ثم القاعدة الأخرى ما لا يدرك كله فلا ما لا يدرك كله فلا يترك جلة يعني إذا ما حصلت على الإصلاح الكامل من فعل الرد مراسيم الضرورة أو غيرها أنت لا يمكن أنك كما يقول الشعار الذي أرفضه صراحة الذي يقول إما نكون الذي نبي ولعسنا ما نكون هذا أرفضه شرعيا وسياسيا وغير معقول وغير منطقي فنحن القواعد الشرعية تخالف هذا المبدأ لأن القواعد الشرعية تقول درع المفاسد مقدم على جلم المصالح وما لا يدرك كله لا يترك جله فالقاعدة الشعبية التي تقول أم نكون معناة أم نكون الكل ولا ما نكون هذا يخالف القاعدة الشرعية فإن تذا ما أدركت الكل لا تترك الجل ولا تترك ما تستطيع إما أن يعني تحصل على الإصلاح الكامل وأن تقول كلمة العليا أو أنك يعني تفقد السيطرة بالكلية هذا كلام غير منطقي وغير معقول ولا يمكن مع احترامي لمن يقول من هذا الرأي فإن هذا يعني خطأ كبير أن ندعو الناس لهذه القاعدة الخاطئة بل ندعوهم إلى التزام بالقواعد الشرعية أولا ثم القواعد المنطقية العقلانية التي ممكن أن نستفيد منها وهذه معركة سياسية فيها التكثيك السياسي كالمعارك العسكرية إن شعر القاعد في المعركة العسكرية أنه منهزم أو يوشك على الانهزام لا يمكن أن ينسح بفقط بدون أن يغير الخطة بدون أن يحاول أن يخرج بمخرج يخفف فيها الأضرار لا يمكن لقاعد عسكري أن يتنازل بشكل مفاجئ عن جميع مراكز القوة التي يملكها أنت في مراكز قوة مؤثرة بأي شكل من الأشكال سواء فقط أغلبها أم لم تفقد لكن الانسحاب بالكلية من هذه المراكز مراكز القوة وتسليمها باردة كما يقولون مبردة لخصومك يفعلون بها ما يشاءون هذا أنا أعتبر خطأ كبير ولو كما قيل أن هذا المجلس محلول شهر أو شهرين نقول لي يكون شهر أو شهرين لكن لا تعطي دائما سلاحك لخصمك ثم تتفرج عليه وأنت في الخارج هذه من رؤيتنا لهذه الأزمة أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننسحب ونترك مراكز القوة ومراكز القرار في يد بعض من لا نستأمنهم حتى على أموالنا ولا على أعراضنا ولا غير ذلك فلابد من المصرحين أن يشاركوا في هذا المعترك وأن يخففوا هذه الأضرار وهذه من المسائل التي أفتى بها كبار العلماء أصلا الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ بن عثيمين ما أجيز لنا دخول المجلس إلا بهذه القواعد الشرعية بأنها تدرى مفسدة تخفف الأضرار تقلل من الفساد لكن لا أذكر قاعدة شرعية تقول أما نكون أو لا نكون هذه ليست من القواعد الشرعية وليست من القواعد التي يجب أن يعمل لكنها شعبيا درجت وانتشرت وربما أثرت في بعض الإخوة لكني أدعو للمشاركة وأحث عليها ولعل الله يخرج لنا ولو قلة قليلة تدافع عن حتى المعارضة وأن ترفع صوت المعارضة وأنا أقول للأخوة المرشحين الذي لم يكن معارضا في المجلس فليسترح في بيته إذا لم يكن معارضا لأن السلطة الحكومة وهذا النهج لا ينفع معه إلا المعارضة أما أن تكون نسخة أخرى من الحكومة فهذا لا يجدي أما مسألة أن نخالف هذه فيه مخالفة للدستور وهذا يعني شرخ في الدستور نحن نقول قدمنا القواعد الشرعية فالقواعد الشرعية عندنا مقدمة على القواعد الدستورية وعلى القواعد السياسية وعلى القواعد الشعبية فيجب أن يعتمد أولا الرأي الشرعي لأنه لا عز لنا إلا بالشريعة وبالإسلام ونحن كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله فالواجب على الجميع أن يسلم للفتاوى الشرعية وللقواعد الشرعية وقد أعلنت رابط دعاة الكويت في دعم المشاركة وغيرها من المشايخ التي الذين ربما سمعتم فتاواهم أو دعوتهم للمشاركة لذلك التجربة في المقاطعة الأولى جربت ولا يمكن أن نجرب نفس التجربة التي لم نخرج منها بشيء ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فالواجب فالواجب أن نشارك وأن نستمر في المعارضة لا أقول نلغي المعارضة ولا نلغي الحراكة الشبابي ولا نلغي أي أسلوب آخر لكن المشاركة هي نوع من أنواع وأساليب المعارضة وهي أسلوب من أساليب المعركة السياسية ككل لكن تسليم القرار ومراكز القوة لخصومنا السياسيين هذه خطأ أعتبر خطأ فادح ولا يمكن أن يسلم به وقد ذكرت سابقا أن أهل العراق كانوا أقوى حجه مننا في المقاطعة عندما قاطعوا الانتخابات وقاطعوا حتى المشاركة في صياغات الدستور بحجة بحجة أنهم لن يجلسوا مع من أتى على ظهر الدبابة لكن ما الذي حصل في العراق حصل في العراق لمن قاطع التشريد والسجن والقرارات الجائرة والإقصاء وشكل الدستور العراقي في غياب أهل السنة وهيئة علماء السنة وغير ذلك فدائما المقاطعة لا تأتي بخير وإنما تأتي بسلبية صحيح أن جربنا وكانت ناجحة في الستينات وجربنا مرة أخرى هذه المقاطعة الثانية ولم تنجح ثم نحن بين خيارين إما أن ندخل بهذا الإسلوب وإسلوب المشاركة مع الضغط الشعبي الهادي بالأساليب القانونية المؤثرة وهذا لا مفر عنه لأن الخيار الآخر هو الخيار المر وهي الثورات العربية التي ترون مآسيها فليس لنا خيار اليوم أما بسلوب قانوني دستوري قبل ذلك يكون شرعي مؤثر بضغط الشارع بأساليب لا تخرجنا من الإطار الذي ممكن يعرض الدولة أمنية للخطر في محيط خطر ومنطقة تعلمون وأنا أقولها صراحة لو كان الوضع هادي في العراق وفي إيران ربما يكون الوضع يختلف في الكويت لكن لعل الأطماع العراقية والإيرانية التي تجسدت في الشبكات الدجسسية المتتالية على أرض الكويت ربما أشغلهم الأوضاع في سوريا وفي غيره من المحيط الآخر ومن المشاكل الداخلية التي أشغلت تلك الدول التي كان لها أطماع قديمة وما تزال في الكويت أشغلهم عنها لذلك نحن لابد أن ننظر لأزمتنا من جميع الجوانب بدءا من الجانب الشرعي إلى الجانب السياسي إلى الجانب أحداث المنطقة الملتهبة من حولنا نسأل عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ونشكركم على حسن إنصاتكم وصلى الله وسلم وبركة مباركة